ها امبسطتوا بالكليب اللي انتو شفتوه زي ما انا كده امبسطت واشرقبت عنقي و بقولكو ايه نيلي نموذج من ضمن نموذج موجودة عندنا ما بتعبرش عن طبقة ولا بتعبر عن جيل لكن هي بتعبر عن ناس موجودة في حياتنا في ايام السودة ايام غبرة الحقيقة نيه سعيدة ايام غبرة هو انت بتتريع واضح ان انت مفهمتش الفيديو كليب انا مفهمتش اه انت مفهمتش بس انا متأكد ان تارجت اودينس بتوعي فهموا انا عايز اقول ايه يعني انت شايف ان الفئات المستهدفة اللي انت بتعبري عنها او اللي انت بتدفع عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده اه رأس دحكة زار يعني انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبية بتاعتهم لقيت ان هما بيعودوا ده واخينا يا دنيا وقالوا ولعبتي زهرت بدلت الحاجات وحلاوة وهم قاعدين يرقصوا وكده اه فانت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوا وبيستمتعوا ايوه بالزبط ونفقت جوهها بقى الرسالة بتاعت المبادرة بالزبط جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا عملت لهم اغنية كلها واجع وقلم وفيها رأس زي ايوه بالزبط وقبت فقراء كتير قوي يتفرجوا انت مش فهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي عملت لهم الشو انت عزت بي مطربة اصلا خالص خالص ايوه بالزبط انا بس عندي سؤال ايه علاقة عبد البسط بيتعمل له مساج وانتي بتعملي اديكي بمعاناة الفقراء ما فهمتش انت عارف في كام نوع مساج في نوع اسمه تاي مساج ده بيوجع الجسم جدا ايوه طبعا فدي معاناة في معاناة تانية انه مثلا اه لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة اه وبتغير اه زغزغة افاكت دي ايوه لو هي بتغير من رجلها طب دي تعمل اي مش دي معاناة ايوه انا بعضها ازاي ما لازم يقع منطقيين بالزبط دي معاناة انت عارف انا بعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكورة عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة لا انت كده ممكن ضوفك تنمي اللي تي بتهزاري ولا ايه طب اقولك حاجة يا جو ايه انت عارف انه ضوفري بتتقشر لما بعمل اكريليج لا 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 ما تقوليش كده والله العظيم بتتقشر ايه ده طب بعدي بتعمليه في الموضوع ده يعني بيكون فيه حاجة بتعلقه بس it takes long time خلي بالك ده مش برا موضوع البرنامج لانه بقى مهم نازم نتطمن يعني بترجع زي الاول ولا خلاص كده لا يعني بترجع شوية بس بقولك بتاخد وقت طويل يعني لا ربنا يستر بصراحة ربنا يكون معاكي حقيق شكرا فانا عايز اقولك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعيني ده مما لا شك فيه طب انا هستأذنك لو سمحت يا نيلي احنا هزين ناخد تليفونات بعد اذنك ناخد معنا اول تليفون منال البهتيمي النشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر اهلا بك يا منال مساء الخير يا استاذ يوسف ازاي حضرتك الحمد لله كله تمام منال قولي ايه رأيك في مبادرة الفقير وانا اللي عاملها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبدالبسط حمودة يعني في قطار خدمة المبادرة ده شيء مخزي ومخزل واقصد درجات الاهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في خمسة وعشرين يناير علشان يقول لا للنمازج دي من البرجوازية العليا بس للأسف كل شيء حوالينا بينبق بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الضلام الدامس طريما ليش انا مفهمتش هيك ده مبسوطة ولا متضايقة دي مزاقطاتة وهاسأل قالك منال نيلي عايزة تتأكد ان انتي مبسوطة من اللي شفتي الحقيقة مبسوطة؟ طبعا ما هو انسان الاستاذة من القردة والنسانيس هما اللي هكذا يوما منغيرش كلمة يا منال ومشاعدين نغلط في الضيفة لو سمحتك لا 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 انتي اوفر قوي احترمي نفسك انتي شايفاني مش محترمة؟ ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كابس؟ بوس ولا كابس يا استاذ يوسف يا جماعة بوس ولا كابس ده ايه؟ انا مش عارف ان ايه بوس ولا كابس بصراحة شكرا جدا يا منال على اي حال معنا تليفون تاني عم عيسى بيكلمنا من مطاي ازايك عم عيسى؟ سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا استاذ يوسف ده؟ يعني انت شاب اللي بيحصل في البلد وجايف لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نمازج موجودة في وسطنا يا عم عيسى مالش مالش انا همشي مفيش حاجة اسمها تمشي نهدى نسمع بس المتصل لحد الاخر يا عم عيسى تاني ده نمازج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه؟ ده نمازج مقرفة يا استاذ يوسف با يعني ساري I have to leave لو سمحتي نيلي ما فيش حد هيمشي انا استأذنك نهدى كده هناخد فاصل لازم نتعود ان احنا نستحمل قراء المشاهدين اكيد يبقى فيه معا اكيد فيه ضد لو سمحتي شكرا جدا لك عم عيسى استأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام تعم بشاك؟ كل يا اخويا بالهنى والشيك؟ لا كيف هي كده صباح؟ كيف هي ده ايه؟ انت بقى لك نص ساعة في الطبق التاني بس ايوما انا ما بقدرش اجري على طبق واحد بس الطبق التاني عمر ما كملته ما تكسفنيش بقى صدقيني بحياتك عندي بحيات قمي مش هرق انا وكلت معلقة تانية ممكن اموت بعد الشر عليك طب ده انا كان يجرى لي حاجة بجده صباح اه بجد قص انت متعرفش غلوتك عندي قد ايه يا سي عبدال صباح انا انت ايه يا اخويا؟ انا قلبي ماله قلب هيوقف من الفرحة؟ لا من القشطة اه؟ اه؟ مالك يا سي عبدالي؟ انا؟ لا انا زي الفل الحقون يا ناس الحقون الرجل حيفيس منه؟ ماله استاذ؟ ماله استاذ؟ ما بتتكلم عنهم من اللي وبالمناسبة الحاجة مفاروق شاركت في الكليب ده ازاك يا حاجة؟ ايوة يا استاذ يوسف انا بتكلم حضرتك عشان تجيب لي حاجة خير يا حاجة ايه؟ مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البيت اللي قعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة واللي حصل حاجتان يا خالص كنا بنثور مع عاد الامام جنبك في البليوتو وجوب خدونا واتفوا معانا وقالونا هيجبونا في البريك واقبة كنتاجي تلات قطع وريزو وفي الاخر يجبونا سبعين كفتة مقددين ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة وعايزين يحسبونا كمان على نص يوم يرد مين دا يا أستاذيوس؟ على فكرة انت جايبة كونبرسات لا المكلمات دي فاك المكلمات دي كلها من جوة من عندك في الكنترول كنترول مين وفاك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول احنا مكناش عارفين نمشي برا اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عمر المكلمات دي وحب اقول لها يا جاسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني وحسابنا في النادي ام الفن الاسعاف الراجل هيفايز مني ما تلاقيش يا ست صباح ام الي صعاف على وصول دا ايه الحظ الدكر دا يا ربي ايه دا؟ دي البت نالي يا لهوي بقولك ايه؟ هات الرمود وعل التلفزيون دا؟ تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في ستين دا؟ يا وان بقيت اهلك اسمع الكلام حاضر يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده قلنا مين مره؟ لا لا معلش انا عايز عرف ايه اللي مش عاجبك بقى انتي كمان انتي قلك على بعضك كده مش عجباني طب بتتفرجي علي ليه؟ روح ايليبي القناة روح يتفرجي على وقل إبراشي والعمر قديب والمون الشجلي ايه مأ تتفرج علي مين؟ هي تتفرج علي برنامجنا والقناة بتاعتنا طب اقول لك حاجة روحي بقى تعلمي برنامج طبخ كده شوفي بيعمله ازاي كريم كراميل وعمليه لأطفالك بقى تسلي دا يعني الحقيقة مادام مونة مادام مونة معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقة الكلام نيلي لازم تهدي عصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمعت شكرا جدا لك مادام ونحنا معانا تليفون تاني من الست صباح بتكلمينا من بتي يا نيلي الحقيني انتي مين؟ انا خلتك صباح يا بيت الحقين ابوكي بيفيس مني بابي مالو تعبان؟ يختي هو دا وقته الاسعاف حتيكي وحاخده على الفرنساوي بيحصرين انتي بقى على هناك هوا تعبان قوي كده هتصفروا فرنسا؟ لا لا مش فرنسا ولا حاجة الفرنساوي دا الاصر العيني الفرنساوي دا موجود جنب جاردين سيتي كده لو ليك اصحاب هناك انا مش عارفة ممكن تبعتلي لوكيشن على واتساب؟ هبعتلك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربية يوصلك ونتطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجة تبقى خير طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنتطمن عليها نستأذنكو احنا فعلا لازم نختم الحلقة دلوقتي ونتقابل بكرة في نفس المعاد ان شاء الله يا خبتك يا صباح يا حظك لسود يا شرهان يا حظك المهبب يا صباح جات الحزينة تفرح ملاقت لهاش مطرح طارت الشغلانة مخمس تلف جنيه المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فنوس باباكي فين انتو عملتوا في ايه؟ ايه دي يا نيلي باباكي كويس موجود جوا مع الدكتور انتي بتتكلمي ليه اصلا مش كفاية اللي حصل بسببكو مش انتي اللي بتسألي انا هوديكو في دهيا انتو اللي اتنين هحمسكو بقولك ايه يا بتنتي انا مش عايز اخلط فيكي عشان خطر الراجل اللي مرمي جوا بس انا ممكن ارسيلك راس ولا ورق الخاص خالتي احنا في المستشفى مش هيف عن رص هنا لا معلش لو سمحتي سيبيها لو انتي قد كلمتك فعلا اتفضالي رسيلي دلوقتي وانا اكلملك البوليس يجي اخدك انتي والخاص اللي هترسي ده وسعي كده تعايا بيت ما لك يا بابي الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه ما تحاس بي على كلامك يا بيتنتي هو عنده ايه لو سمحتي حتعرفي كل حاجة من دكتور اهو جيه مساء الخير يا جماعة ايه اللي اخبار ايه دكتور والله يتعبان جدا بقى اليومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها بس ما تخافش عليها يا حبا كويس خاف عليك ايه وانا عرفك اصلا انا بسألك عم بابي استاذ عبدالله لا ده هيخفي ده ما تقلقش عليها هو بس اول مجاة كان حالته تصعب على الكافر جابوله دكتور البطنة كشف عليه وكلموني جابوني وانا دوب لسه داخل انام اصلا كان بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش يا انت اسمك ايه نيلي بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش يا نيلي غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها ورغم كده جيت وجيت له عملت ايه بقى عملت اشعات وتحليل وكل اللازم وايه اخبار التحليل والله في مشاكل اليوريك اسد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عملي الواجع في رجليه انا مكنت محترف رجلي ده ما بين اليوريك اسد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده انا مالي انا عمال رجلك وارفك انا بسألك عم بابي تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دوا دوا؟ سعاد زي ما تفكرينش بالدوا نسيت تدي بابي الدوا؟ لا نسيت انا اخد الدوا كان المفروض اخده من ساعتين ملكش دعوة بنفسك انت انا بسألك عن بابي هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده حيخف بقولك المشكلة في انا سعاد اديني السماعة لا سماعة الموبايل عايز اتطمن على الاولاد يا خبر خير سعاد بخرا جامد ما تقلقيش عليه هو بس لخبط في الاكل شوية لخبط في الاكل ازاي؟ كالت ايه؟ والله ما كلت حجم الصبح ده انا اصلا بصحة من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العشق يخرب بيتك انت انا مش بسألك انت بسأله هو اكلك ايه الناس المتخلفة دي؟ ألا؟ طب وانا مالي هو اللي اتفز وكال تبق المخاسي كله الوحي يعني ايه مخاسي؟ اه؟ ايه يا جماعة مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاسي؟ ايه مخاسي دي يا دكتور؟ يا قدش وحدها لزردي دي؟ أقول لا؟ هاقول لك عادي؟ ايه واقول ايت ازاي تقول لي كدا؟ وانتي يا ستي قللت الادب ازاي تأكلي بوب الحاجات دي؟ لا باحه طب معلش يا جماعة عشان انا بس عشان عندي معا الدكتور تبقى اكلمني ها يعني حقوم بالسلامة واجيلك اخد بالك من نفسك بقولك يا بتانتي انتي تتكلمي معانا عدل بدل ما اديك قلمة تففك سنانك على فكرة انا كمان ممكن اديك قلمة تففك ودانك ايه لها بلده مفيش حاجة اسمها تففك ودانك اصلا هو اصلا مفيش حاجة كمان اسمها تففك سنانك الناس بتفت فاف عاديك لاتفو بس كيف هيك وقرف انتو الاتنين نيلي انا بقيت كويس لا يا بابي انت مش كويس عن اذنكو بقى عشان بابي محتاجي يرتاح ليه تفضلي خدي خديلك ميكروباس بقى ولا توك توك ولا حاجة اللي بتركبوها دي وانتي والستة اللي معك دي تفضلي لا حبيبتي خليهم لك ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجة بدل الجاكتة المأزعارة اللي انتي لبسها دي مأزعارة انتي عافة الجاكت دي براند ايه اصلا ايه يعني برشكة برشكة الجاكت دي حبيبتي بتشتريكي انتي والشرع بتاعك كله صحراوي تبارات مش كده كفحيكو مزكفة بابي انتي تسكوت خالص بالحاجات الغريبة اللي انت كلتها دي من فاضلك نيلي انتي حبت اللي بدأ دي يعني انت معاهم علي تاني انا مع الحق اوكي يا بابي نتحسب في البيت وكفاية كده عشان ما اقولكش حاجة تانية قدامهم باي باي انا اصفة والله يا عمو يعني هي اللي ابتدت لكن كان لازم أرد عليها لا يا هاي بتي فيش عاجل تعرف يا نيلي عصبية بس بتطلع وتطلع وبتنزل على ما فيش لا 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 إذا كانت ردت عليك أنت شخصيا مش معقول يعني دياللت الأدب دي ما تربيتش ربع ساعة ما أنا بيقول لك يا عصبية لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحة عمالة هزقك قدام الناس بصراحة حادتك قلت في نظري جامد مش معقول خليتك هزق يا بنتي البغة أبيض والله ما تقصدش خلاص بقى يا شريعان ما تسكوتي بقى سلامتك يا سي عبد الله أنا مكسوفة من روحي أوش الزهر يا أخي أن أنا تقلت عليك أنت اللي مكسوفة أنا اللي مكسوف أوي صرقت منك وإنت بكلام مهمة أوي ملحوقة استريح أنت بس يومين تلاتة في البيت وصلوا بتولك كده وبعدين بقى نكمل كلام لا بيتي إلا استريع فيه أنا هنزل الشغل فوراً تسمعت الدكتور قال لي أن أنا كويس ده يرسيبك من الدكترة دي كمان يعني أنا أول ما هنزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي الدكتور ربيع أحسن دكتور في مصر هيجي تبع الحال لا تنزل الشغل زي وإنت تعبان كي خلاص يا خلتي بيقول لك هينزل الشغل وأنا إن شاء الله من بكر هنزل أستلهم الشغل بإذن الله وبعدين هراعي عمي ودي للدواف معايد وخلاص يا خلتي أه إذا كان كده معلش خلاص بقى اللي تشوفوه الحمدلله على سلامتك يا سي عبدال الله يسلامي أنا حبعج عليك في المكتب عشان أتطمن عليك تنواري الدنيا كلها يا ست صباح تعيش يا سي عبدال سلامتك يا أخو يا ألف سلامة الله يسلامك يا غالية بعد إيسنا مع السلامة يا عمو ألف سلامة خذ بالك من روحك يا سي عبدال شوف البكرة الدواف معايد يا سي عبدال الرحظي بعد حانة نحل حانة نحني نحني حانا 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 صباحا خير صباحا نوري فانا المكتب مستعبد الله تفضل لحظرت في السكرتائي شكرا صباحا خير تفضلي صباحا نور بعد إذنك كنت عايزة قابل مستر عبدالله لا هو في الحقيقة مجهول دلوقتي أقول له مين أنا شريهان عبدالحليم هو كان أيلي بنت أخو مستر عبدالله صح هو أنا ما بحبش أجيب سورة الأرابة في الحاجات دي بس ده بنت أخو لازم ولا يهمك هو كان مفاهمني كل حاجة تفضلي معي أنا وليكي مكتبك مكتبي أه مكتبك تفضلي ده مكتبك وحيت أمك إيه لا شكرا طيب اتفضلي بقى واجه على مكتبك رهيجي لك حاجة دلوقتي يقول لك طبيعة شابلك شكرا 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 الحمد لله يا رب الحمد لله السلام عليكم أنا شبهانزي ملتك هنا إن شاء الله 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 يا ربي الحمد لله يا رب يا ربي الحمد لله 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 إيه ده آه مش مشكلة الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا كتير لا كتير بس والله لو السقف وقع عدد ما يغنق عدالك عدالك كتير نقيدا الحمد لله الحمد لله يا عدال الحمد لله شاور شاور هاي سو هاي نالي انت كنت فيين كل ده اول ما كلمتيني خدت شاور من البستو عملت ميكوب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تيني خدت شاور عشان فيكي بتلاحوسني وبعدين عملت ميكوب والبستو وجيت لتجاري اوه يا بس حني ما عدنا من ساعتين على فكرة سور بليز ما تضيقنيش عشان انا بجد مش طاقة نفسي مش عارفة ليه من ساعت ما دخلت الناس قاعدة بتبصي لي يعنيها بتبز يعني كأن جانيفة لورنس دخلت النادي ليه عيون بتبز اوه عشان الانتربيو ده عادت مبالح تفرقت انا ومامي وجبنا جيران وجبنا بحومكورن اللي تكوتي بتقولي ذا يوه هلاريوس بس ليه لكت اميزي بيه thank you as usual ايدي صحيح شوفت ايدي صحيح شوفت ايدي صحيح شوفت ايدي صحيح شوفت على فيسبوك وتويتر وانستغرام معمتل سنابشات ستوري وواتساب غروب طبعا ما هي لازم تستطفل مايه لبركة نالي ايدي صحيح شوفت تستطفل مايه لعكرة وريفر اكيد دلوقتي جاسي بقى فرحانة قوي فاكرا ان هي فضحتني وان انا همشي في الشرع بعيات مش مسدها نفسي ازاي جاسي عملت فيها كده هي عبيتة دي ولا ايه انا هاعرف ازاي اجننها وادمرها وخليها ماشي كده عينها في الارض ازاي انتي حافة جاسي دي كان شكلها عاملة ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده عادي طبعية زينا يعني انتي فاكرا ان هي كانت هلوة ناتشلل زينا كده اكتشلل زي يعنى لا اخالص دي كلها فايك كلها... من فوق لتحت مش لازم اقول الديتيلز يعني هل تحذري واصلا كمان اسمها مس جاسي ولا حتى جاسمين اسمها ياسمينا ايو وكانت الناس بتقولها ياسمينا السمينا ايو وعين تتعافة بقى بعد كده نعم! أنت عفا بقى بعد كده سفرت لبنان وعملت نفسها اللي هي عملاي دلوقتي وخبت كل صورها القديمة بس أنا بقى هاعرف أجيب الصور دي ونزلها لها أنا مش هخلي موبايل في ماصر غير عليه الصور دي أيا بس أنت بتقولي أنه مخبايا الصور هتجيبي الصور ازاي يعني نصحبها القديم اللي كنت مصحبوه قبل ما تسافر من صحابه ذا احنا عرفوا؟ أنا سألت وعرفت أنه هو واحد في الجامعة في إنجينيرين لسا في الجامعة ذا سو ويرد إيه الجهل دا يسو بقولك إنجينيرين يعني تسع سنين وسنة التزام أو التزام I don't know وانت بقى هتروحي تقولي له بيزا تدين صور فهيديك الصور لا تقرأني مشكلتي معاك يسو إنك فكريني سهلة يلا بينا استني ما حكي موبرد؟ نعم كيز عشان عندي حاجة البنت بتاعت المانيكري بتقولي اسمها ودنا موسيقى 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 بقولك ايه يا عروسة يا حظيم يا رب هو التكيف ده شباك ولا اسبيلت اسبي ايه؟ اسبيلت لا هو التكيف مركزي زي ما انت شايفة قبل عندك آآ سنترال يعني سنترالة ده مكسيم حمد الله حمد الله هلو ايه يا فندم محدش ميرد عالتليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لمكتبي فوراً بصوراً حضر تحت امرك يا فندم فلايت النهاردة شكله قرفان ويقرفنا كلان بقولك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين ما تروحيل انت انا؟ ما تعرفينك الموظفة الجديدة؟ تعرف يا هلين؟ هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا سيتي يبقى مديرنا كلان وانا هتعامل من المدير كده هالطول؟ اه يلا يلا روحي ماشي يلسا مستر فلايت مستر فلايت زيك يا استاذ فلايت لا استاذ بيقى هلو مستر فلايت نعم اوفر تيكمان اوفر زيك يا مستر فلايت حلوة جير راسك زيك يا مستر فلايت يا رب توكلت على الله ادخل ازاي حضرتك يا مستر فلايت والله العظيم انا فرحتي جدا انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت وان شاء الله ان شاء الله هكون عند حسن اذن حضرتك حضرتك اصلا اقماشة العرض عرضين تقدر تشكلها زي ما انت عايز بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت تقصودي ايه بفلايت مقصودي ايه 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 وانت عبد الحليم يا أخوي الله يرحمه فانا عاوزك تتوصى بيها دي زي بنتي بالزبط ما تلاشي مستر عبدالله شريهان في عناية طبعا وانت كمان شريهانة لو عاوز تعلمي أصول الشوخل خليك ورا مستر مونير هو ورا صعب بس انا وراه حاولي حبقتي حاولي حشق خاضر حارسية فانا عارف مستر مونير ده بقى ايه اكبر خلفية اقتصادية انا شفتاش قبل كده واللهي ولا انا شفتها قبل كده خالص يا فندم حضرتك كمان يسيد خلفية القانونية تانى او يوم فاجأة تانى او م اتنين امال انا ملك الخلفيات هااهه اسبكوا انا بقى ممسي افضل فاضل فاضل طب يا انسى شريهان انا عايزك تركيزي معي كويس قوي انا احب الجدية والتركيز في الشغل حاضر شاورا حاضر ما حدوش لو ده هوا ما حدوش لو ده هوا اقولك ما حدوش لو ده هوا ايه ده ايه ده الخنقة دي مناش دعوة بقى يا سوى عايزين نشوف فين سيف ده منتسألي كده لو سمحت هاي هاي ده سوى توفين سيف جيد الحق اوه اللي في الخنقة هناك ده يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا لشايفين سجوءها ايسا بحد الشارع حراج سوء ايزا ده زي الامر ده باس مجال فيه فاخدة هنا وبتلو يعني بتستلو بسرعة باسم الله ما شاء الله حدرتك ايه ده هو الولادة ابو عضلات كبيرة دي اللي عملك بيزنو الولاد بتليني عند العربية لا هو اللي بيتضرب لا ما هو مين اوه لا اصلا عربية انا ما علي حدرتك هو اللي فاية لا معلش غلط غلط والبريادة مخطأ انزل كلمه حرام عليك اطلع يلا بدل اما عمللك سعب الكفتة اطلع حدوك شغال في الملوف احكاية الكفتة دي حلوة الكفتة عمله كفتة هيبع عشل في الكفتة هو يا حرام يا حرام انا مش عايزة الضخمة دي اضربه يارب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور بعد كده يولع مش مشكلة ايه الحال حرام عنين وانا مال انا منفعش انا وانتا دي الدرب انا وانتا هنموت كده لازم واحد يعيش عشان يحكي حكاياتنا طب احكي الحكاية انت ماشي اضرب اطلع يلا بلا لما خسر عربية فوق دماغت ايه كفتة عربية حلوة ايا امي لازح حضرتك عامل ايه لأ مفيش في السوبر ماركت اه لأ بجيب سجوقة وكفتة ايوة مام امي ادعيلي يا امي ودعلي شريف ادعلي شريف اكتر مني لانه هم محتاجة دعوة دلوقتي تليفون ايه انزل اتكلم ده وقت تليفون شريف انت كويس انا كويس اه انا كويس طيب الحمد لله يا طمين امي القليل اللي عليك يا اخي اوه